اهلا بكم طلاب الصف الأول لعدادي مع حال تدريبات الفصل الثاني في قصة عقبة عقبة في طريقة إلى بركة الفصل الثاني من كتاب الأضواء صفحة 273 و74 و275 أجلى عمر أجلى عمر أجلى عمر ابن العاص نجط عن الأسكندرية هنقول أجلى الروم عن الأسكندرية خلف عقبة بالذهاب إلى بركة وكان عمره يزيد على عشرين عاما طبعا نحن نخلي بالنا في حتة السن هجر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ميلاد عقبة بسنة واحدة يعني عمر عقبة كان سنة فتح مكة كان عمره تسع سنوات اشترك عقبة في فرح الشام ولم يبلغ العشرين عاما كلف عقبة بالذهاب إلى بركة وعمره 22 سنة يبقى يزيد على العشرين رقم جيميه تم عمر مصر بتأمين حدود مصر الغربية حتى طبعا لا تهب منه هجمات الروم اتجع عقبة ومن معه إلى بركة بعد صلاة الفجر انتصر عمر بن العاص على الروم في الشام ومصر الشام ومصر اول مهمة للعقبة كانت في بركة اللي هي الزهاب في سرية الاستطلاع أحوال أهلها وممكن نقول عليها اول عمل عسكري شارك فيه عقبة هو طبعا ايه اللي هو الاشتراك في فتح الشام اول مهمة لعقبة كلفة بها كانت هي الزهاب في سرية الى بركة لقى العقبة بسريات بركة ضيوفا ضيوفا اغارة بعض قبائل بركة على البعض الاخر ترجع الى عدم وجود قوانين تكفل لهم الحماية والامان اغارة بعض القبائل على بعضها ترجع الى عدم وجود قوانين تكفل لهم الحماية والامان ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة انتصل المسلمون على البربر في الشام ومصر طبعا العبارة غلط انتصل المسلمون على الروم في الشام وفي مصر نزل عقبة ضيفا على بعض القبائل البربرية طبعا نعم حب البربر الحكم البيزنطي طبعا قطأ ده كان البربر يكرهون الحكم البيزنط صفحة 274 تقول كان عقبة كان عقبة يعشق الجهاد في سبيل الله طبعا عبارة صحيحة يلزم تأمين حدود مصر الغربية حتى لا يفكر الروم في غزوها طبعا عبارة صح كلف عمر ابن العاص عقبة لاستطلاع احوال اهل طرابولس طبعا غلط اهل برقة كان عقبة معارضة لعمر في افكاره واوامره طبعا غلط كان عقبة ابن نافع في السليسة والعشرين عند فتح مصر طبعا عبارة غلط كان عنده اتنين وعشرين سنة يعني بعد انتهاء فتح مصر كان عنده اتنين وعشرين سنة ولكن مع بداية الفتحة ما كانش يعني ايه لسه بلغ العشرين في فتح الشام كان عمر ابن العاص مهموما بتأمين حدود مصر الجنوبية طبعا غلط هي مصر الغربية تيقن عقبة من اخلاص اهل برقة للبيزنطيين طبعا عبارة خطأ لان هما كان يكرهون البيزنطيين اختار عمر ابن الخطاب عقبة اليسير في سرية استطلاع الى برقة طبعا الذي اختار عقبة هو عمر ابن العاص وليس عمر ابن الخطاب دخلت سرية عقبة برقة بسهولة طبعا نعم حرص الروم على نشر الامن بين القبائل البربرية طبعا عبارة خطأ من يكون فكر في تأمين حدود مصر من جهة الغرب هنقول عمر ابن العاص هو اللي فكر في تأمين حدود مصر من جهة الغرب اختاره عمر ابن العاص لمهمة استطلاع أحوال أهل برقة عقبة ابن نافع فرض عليهم الروم ضرائب باهظة البربر اللي هما سكان شمال إفريقيا بعد كده بيقول انتصر عمر على الروم في الشارع ومصر كلف عمر عقبة أن يزب في سريع للإستطلاع أحوال أهل برقة وهو في الثانية والعشرين من عمره الثانية والعشرين من عمره كان يشغل بال الفاتحة العربية احنا قلنا الفاتحة العربية لقب عمر ابن العاص وفاتح إفريقية هو عقبة ابن نافع تأمين حدود مصر الغربي أو حدود حدود مصر من جهة الغرب حتى لا تهب منها هجمات الروم شبت معارك بين حكام الروم وبعد القبائل البربرية بسبب محاولة حكام الروم إخضاع القبائل المتمردة على الحكم البيزنطي على الحكم البيزنطي نرى صفحة 275 ما الذي كان يشغل بال عمر بن العاص طبعا كان يشغل باله تأمين حدود مصر من جهة الغرب حتى لا تهب منها هجمات الروم ما المهمة التي اختار عمر عقبة لها أنه يذهب في سرية في سرية لاستطلاع أحوال أهل برقة فإذا كانت مطمئنة يسير إليها عمر بجيش ماذا عرف عقبة خلال جوالات بين أهل برقة؟ طبعا عرف عقبة من خلال جوالات بين أهل برقة أسباب كره أهل برقة للحكم البيزنطي كيف كان يعيشون تحت الحكم البيزنطي؟ لماذا اختار عمر عقبة لإستطلاع أحوال أهل برقة؟ حتى طبعا اختاره لمهارته مهارته وكفاءته الحربية ثاني حاجة هو اختاره لمهمة الاستطلاع حتى إذا كانت الأمور مطمئنة يسير إليها بجيش من الذي كان يقب بجوار عمر بن العاص على شط البحر المتوسط؟ عقبة بن نافع ما النتيجة التي ترتبت على الصراع الذي كان بين حكام الروم وبين القبال المتمردة؟ نشبت بينهم حروب طاحنة ضع فيها كثير من الفريقين على ما يدل دخول سرية عقبة برقة بسهولة يدل على مهارته وكفاءته الحربية وعدم مقاومة أهل برقة وطبعا كرهوهم للحكم البيزنطي لأنهم كانوا يفضلون المسلمون أن يفضلون المسلمين على الحكم البيزنط لما سمعوا عن المسلمين من العدالة والمساواة لماذا كان أهل برقة يقرؤون الحكم البيزنطي؟ بسبب كسرة الضرائب البهزة التي كان يفرض عليهم البيزنطيين وكانت بتجعل البربر يبيعون أحيانا يبيعون أولاتهم في السوق الرقيق وفاءا للضرائب المفروضة ما رأيك في اختيار عمر العقبة في مهمة استطلاع برقة؟ طبعا اختيار موفق لأن عقبة اكتسب خبرة من اشتراك في فتح الشام وفتح مصر تاني حاجة هو صاحب كفاءة ومقدرة ماذا عدس لو لم يشعر عمر بالقلق على حدود مصر من جهة الغرب لم يفكر في ارسال سرية استطلاع لبرقة وكان حيكتفي بمصر ايه؟ بمصر فقط ولكن عمر كان عنده طموحات وكان عنده عبقرية حربية أنه هو لازم يأمن المكان الذي فتحه وهو مصر يلا تدريب تراكمي عن الفصلين الاول والثاني صحية 275 من كتاب الأضواء ولد عقبة في بيئة صحراوية أرسل عمر عقبة في سرية ليستطلع أحوال أهل برقة عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن خصوم عنده فتح مكة طبعا العبارة صحيحة شعرت القبائل البربرية بالأمن في ظل حكم الروم طبعا العبارة خطأ لم تشعر القبائل البربرية بالأمن في ظل حكم الروم بسبب عدم وجود قوانين تكفل لهم الحماية والأمان أجب عما يأتي كان البيئة أصرف تكون شخصية عقبة طبعا عقبة نشى في بيئة صحراوية قاسية هذه البيئة ينشى فيها الرجال أشداء أقوياء هذا المجتمع كان لا يعترف إلا بالفتوى والجرأة والإقدام ماذا كانت مساوء الحكم البيزنطي في برقة طبعا كان أهل برقة أو كان البيزنطيين يعاملون أهل برقة معاملة غير آدمية كانوا يفرضون عليهم الضرائب البهضة كانوا يعني ليس هناك قوانين تكفل لهم الحماية والأمان كانوا يستأجرونهم للعمل في مزارعهم ولا يعطونهم وجورهم أتمنى إن شاء الله أنت تكون تستفيد معي وما تنسى لو عادتك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع زملائك ومستمرين مع بعض في الرحلة إن شاء الله